طيب اتحاد الكرة رفض العرض اللي جاله من احدى شركات التسويق لإقامة مباراة وددية بين منتخب مصر والبرازيل في شهر يونيو واحدة واحدة احنا عندنا عرض للاعب البرازيل في شهر يونيو ورفضناه هنا اول مولاك كده هتسالك وتقول لي اتحاد الكرة ده انا مش عارف ايه وبتاع بس بصراحة اللي جاي ده يخليني اقبل وفي نفس الوقت هتحفظ على حاجة مهمة هقول لك ايه الحكاية ايه ان الشركة شركة التسويق ده قالت لاتحاد الكرة المصري حضرتك هتتحمل 150 الف دولار للمنتخب البرازيلي يعني تدفعهم عشان اقامة ومصاريف المنتخب البرازيلي واحنا كشركة هنتحمل 150 الف دولار اخرى فبصراحة ده كلام مرفوض ومنتخب مصر ده منتخب كبير فلما يروح يلعب وما يدفعش وياخد فلوس كمان تمام تمام ده ده الكلام اللي لازم يتقل في هذا الموقف طيب هاي مشكلة فين مشكلة انك ما بتعزز نفسك انك ما بتعرفش تعمل براند كويس انك في رأيي يعني تسويقيا مع منتخب مصر ما زبطه الصح كده كده تقدر تروح تلعب بجباهريتك الكبيرة باسمك الكبير تلعب مع المنتخب البرازيلي وتاخد فلوس مش تدفع ده عايزك تدفع ده لو اعتبرنا مثلا انه المنتخب هيروح وما يطلعش كسبان من المطش دوت حاجة ماش ممكن تعدي كسبان فلوس يعني كده كده هتكسب مواجهة البرازيلي بس تدفع ده ده هزار اكيد يعني عشان كده اتحاد الكوراه خيرا فعل انه يرفض هذا الامر مرفوض طبعا منتخب مصر ما يدفعش عشان يلعب مباراوت دي عيب يعني بس نفس الوقت تفوت تشتغل بقى على تسويق المنتخب مصر فيه تفاصيل كتيرة جدا الناس اللي بيشتغلوا في الماركتينج بيبقوا فاهمينها ازاي تعرف تبيع المنتج بتاعك بشكل كويس ازاي تعرف تعمله عشان دي مش حاجة سهلة دي مش حاجة سهلة وفي نفس الوقت مش حاجة صعبة يعني